بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم يا عطشان السلام عليك وعلى أمك الزهراء فاطمة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيمة أم أربع الطف ذا أم جانب الطوري حي الحيا منك ربعا غير بمطوري يان كربلا حزدي شأن دونه زحل وفزديه بالسادة غري المغاوير أيجمل الصبر في آيل النبي وهم جمعون قضاء بين مسموما ومنحوريه فأيه فأي عين عليهم غير باكيتين يا أئيان وأي قلب عليهم غير مفطوى يا أوريه يا أهيان يا أأعن من مبلغ المصطفى يا أهيان يا أهيان والطهر فاطمة يا أأعن أن الحسين طريح غير مقبول يا أوري من مبلغ المرتضاع أن الحسين لقن سقطه أيدي المنايا كأس تكديه وإن أعظم شيء سوق نسوته أسرى يسار بها الله من غير تسيره وزينب ذات أشجانين ومدمعها في الخد ما بين منظومين ومن ثورين تدعو فتخرج مما فيه زينب من بعيدة عاين تشوف راسها خيها وعزيزها مرفوع على راس الرمح وأحبتها مطرحين على الرمضة قل يا قمرين يا قمر أنحاق المحاقب وشمس عز عرام صرف تكدير صحيت ياه ياه الأود عنا يا طيبين منكم يهلون المطاقين كلكم كلكم علي أعزاز يحسين كلكم علي أعزاز يحسين والمن أهلم دمعة العين أبكي الحسين أشوف العباس أبكي العباس أشوف علي الأكبر والمن أهلم دمعة العين لن يجد تغلق من العين تحفظ كلم على العين يجد تغلق من العين تغلق من العين خوي خوي وانا اردود عنك وانا وانا اردود عنك وماشي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم امامنا الباقر صلوات الله عليه يقول شغفها اي حجبها شغفها اي حجبها عن الناس فلا ترى غيرها والشغف هو من الشغاف والشغاف هو الجدار الذي يحيط بالقلب ولهذا يقول المفسرون شغفها اي نفذة الى داخل القلب جوه بالشريان الابهر شلون تقول انت مثلا حائط احاط يعني خلا من كل الجنبات ولذلك هو محجور عليه جوه هو هيمن على قلبها والهيمنة التي حصلت على قلبي استحوذت على قلبي زليخة هي امرأة العزيز هي عبارة في واقع الامر عن وهم اشعرت نفسها من خلاله انه حب حب حقيقي الحب الحقيقي لا يكون الا لله موضوع حساس هو احب ان ادلو بدلوي واطرح بعض المفردات التي يعيشها مجتمعنا من منا لا يحب من منا لا يبغض من منا لا يتألم الدنيا كلها عبارة عن مجموعة الام سمع الشاعر اتهامي العاملي قل طبعت على كدر وانت تريدها صفا من الاقذاء والاكدار بدكيها صافي ما بيصير مثل كمل هو بالبيت الثاني ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار تقدر تطلع من المي نار ابدا اللي يريد الدنيا تصفه مثل اللي يريد يطلع من المي نار القبس انت تروح تاخذى من موقدة النهر تذهب تطلع مننا مي تسقي زرعك تشرب مي لما تطلع مننا نار لا الدنيا ما تقدر ايه في مورد مورد وحيد فقط ستفاجأ تقول لي في سعادة اقول لك نعم في مورد وحيد هو ان اوطن نفسي على مصاعب الدنيا وبلائها وان يكون هذا التوطين مقرونا بجزاء الله جملك مثل كن خادمك كنا من نتألم اذا كان اذا كنا اثرياء سنتألم اذا كنا فقراء سنتألم اذا كنا قبيحين سنتألم اذا كنا جميلين سنتألم شلوما كنا نتألم ولكن هناك فرق بين الذي لا يكل الامه الى الله وبين الذي يكلها الى الله يعني مرة واحد معتمد مرة واحد ما معتمد شو الفرق انت لما بتتساءل الان انه في لين ليش انتحار الان اعلى نسبة انتحار في العالم هي بالدول السكندنافية وبالخصوص بهذه الدول بالسويد ليش شو السبب سبب انه ابيح لهم كل شيء وحصلوا على كل شيء وكان في هدوء مطلق سوت لهم كآبة لانس سوى لهم كآبة صار ينتحر اكثر افراد اللي بنتحر بتقرأ انت بالتقارير صار عنده نكسة دنيوية مثلا تركته زوجته او تركها زوجها او مثلا مات ابنه او هل هو عايش لاجل هذا الامر صار عنده نكسة هاي النكسة يقول لك شلي بالدنيا بيروح بانتحر لاحظ اما شوف شلو انت تأمن السعادة بالمقياس النسبي كيف اذا الدنيا ما فيها سعادة انت عم تطرح يا حيدر انه في سعادة قل لك نعم واحد مولد واحد هو ان يوطن الواحد من نفسه على مصاعب الدنيا متكلا على الله وعلى الجزاء بالنعيم وجنة الخلد انت الان قالوا لك بالجبل الفلاني في كنز ضخم هذا الكنز اذا رحت عليه تحصل على الكنز والكنز يؤمن لك مستقبلك بالتعبير الشائع وان كان اني كلمة مستقبل ضدها ان شاء الله الليالي بتجرنا وبحكي فيها انا عندي شوي حساسية من هالكلمة بتأمن مستقبلك طيب ايه بتروح انت قلوا لك لازم تروح انت متسلل حتى ما الناس تمسكك ما في سيارة ما في كذا بتروح قد تواجه الحيوانات الوحشية قد تواجه الثعابين قد تواجه الحشرات القاتلة والعقارب قد تتعثر فتدمي قدميك قد تقع من شاهق تكسر اجرك بتقول ما بهمني انا الغاية اني روح احصل على الكنز المؤمن في دار الدنيا انوطن نفسه على لقاء الله هانت عليه مصائب الدنيا قل لك شو ما صار احكيتك قبل كم يوم عن ايوب سلام الله عليه انا لما متكل على الله اخذت الولد انت اودعته انت تاخذه وانه ما بتأذى بتأذى بس اذيتي ما بتكسرني شوف يوسف سلام الله عليه انا احكي شوي عن يوسف امام الصادق يحكي عنه يقول الحر حر الله ما اعظم هالروي هاي الروي اذا تريد تشرحها وتفسرها تحتاج الى شهور الحر حر ان نابته نائبة صبر لها وان تداكت عليه المصائب لم تأسره ولم تقهره وان اسر وقهر كيوسف الصديق نحط بالسجن بس هو مش اسير هو حر لانه حرر قلبه مش ملكته الدنيا وما هي مني عليه ها الحب ارجع معي الى كلامي الاول الحب الحقيقي هو لله لذلك الامام الصادق شو يقول يقول القلب حرم الله القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله القلب حرم الله متحط فيه غير الله لانه هذا لله طيب يقول لك هو دي اللي منسمع عنهم ليلى الاخيالية قيس بن الملوح وروميو جولييت فلان وفلان شنو حكي عنهم المام الصادق بيأبي قال قلوب خلت عن حب الله فأذاقها حب غيره بيقول لك ما بدك تحبني لح ضوءك الحب الحقيقي بس بغير طعطي روح حب فلانه وانت روح وانت روح حب فلان بيموت بسي عندهم موت طبعا المفسرين حطوا مراتب الو العلماء حطوا مراتب ذكر صاحب روح المعاني الالوسي في تفسيره بيحكي بيقول أول رتبة من رتبة هي الهوى اللي فلان بيه وفلان بيقول ذول هوات أما أولئك محترفون أول مراتب هي الهوى اثنين يعني ميول الكلف أقوى من الميول بصير فيه شيء من الانسجام بعدين الشعف ثم الشغف يدخل الشغف ثم الوله الوله يسيطر على القلب ما بيعد يقدر يتخلى تفكير هناك ثم الهيام الهيام يأخذ بمجامع القلب فلا يفكر إلا بتفكير الطرف المقابل انتهى هاي من عليه هذا الحب الهيام صار هائم يقول لك فلان هائم هائم يعني ما عرف وين رايح هذا الهيام هاي إذا كانت لله كلما ازدادت وترتها كلما ترقى العبد أما إن لم تكن لله كلما ازدادت وترتها كلما ابتعد وضع لذلك شو بيقول الأمير المؤمنين بيقول جهد صادف قلبا خالية هو عبارة عن جهد صادف قلب خالي الحب جهد صادف قلب خالي دخل عليه أما القلب المليان ما بيهيمن عليه أرجوك ولتفتوا معي قلت لكم الوضع شوي حساس المبحث إذا قلب خالي ورآه الحب دخل إليه أما إذا قلب مخالي شوف شو بيحكي عنهم إمام الحسين بدعائه أنت الذي أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك الأغيار كل شيء غير الله شلته أنت إلهي أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك فلا يرون غيرك ما مصادق بدعائه أنا من حبك جائع لا أشبع أنا من حبك عطشان لا أروا حب بيقول لك طيب ممنوع الحب أقول لك لا مو ممنوع ولكن الحب المنتصر بيرضى الله هذا الحب المقبول ترى شوف عنا وضع خطير في ناس طايشين شباب بنات رجال طايشين يوم اثنين تليتي بتشوف طلق مرده يوم اثنين تليتي طلقت زوجها ليش بدي حب يعني شوف في شي حقيقي لا وهم كله وهم شو النتيجة ما حد فيدري متوفرة الأسباب عندك ايه بس أنا أريد شيء شنو الشيء وهم شو تريدين ما أعلم شو تريدين ما أدري قل لك ما في حب أقول لك ملا ولكن الحب المتصل بأوامر الله هو هذا المطلوب الحب الشفاف الحب النزي الحب الخاضع للموازين العقلية والعاطفة الصادقة السليمة مش أنه أحبك وإلى تحب أحبك وإلى ما هنالك وبيبنو غيرو هالقضايا هاي شوية بس تصير مشكل بيكفرها بطلع عن دينها إمام شو بيقوله بيقوله زوج مؤمنا فإن أبغضها لا يظلمها ما بيظلمها لأنه بيحب الله هيدا اللي بيحب الله ما بيظلم هي إذا بتحب الله ما بتظلم حكيت أنا قبل ليلتين تقريبا قلت نحن في عنا عهد عهد نيه لما جينا تزوجنا شووه هيدا العهد مش إنه كرميل أنا عواطفي المهرية تركبيت مش أنت كرميل عواطفيك المهرية تتركبيت أطفال يقعون في مصيبة وتراكمات أكثر الجرائم بالإحصاءات اللي موجودة الآن أكثر الإحصاءات للجرائم هي في البيوت المتفسخة العوائل المتفسخة بيكونوا مطلقين الأهل شوفوا أولادهم شو بيعملوا وتتراكم عنده هيدا الطفل شيء اسمه العقل الباطني اللا إرادي بصير تتراكم عنده تتراكم عنده تتراكم عنده بيطلع عنده مشاكل هو ما حاسس فيها علماء النفس بيحكوا فيها وعلماء الاجتماع بيقولك أنا ما حاسس فيها شوي بعد فترة بتشوف لأن عكسات كلها سلبية حب الأب حب ممدوح ومن الله حب الأم حب ممدوح لأنه من الله حب الأبن حب الممدوح لأنه من الله حب الزوجة تحت قاعدة الموازين الشرعية من الله ممدوح حب الزوج ليش الله جعل أجر طاعة الزوجة لزوجها كأجر طاعة الرجل لأمه بر لأمه شو السبب لأنه في قواعد موازين في ولاية لو كان فيهما أليهة إلا الله لفسدتا في موازين في ولاية هذا الحب منها له فيه رضا لله فكلما تعمقت في طاعة الله كلما ازداد حبها له لاحظ ولكن شوف الميزين يقولك لا طاعة لمخلوق في معصية خالق إذا هو كافر ويؤمرني بالكفر ما بيقبل أنا حبي لأ الله شوف شوف كيف برجعك للأصل إذا هو شارب للخمر يؤمرني بشرو والخمر ما بيقبل لأنه أنا بحب الله اللي خلقك وخلقني إذا هو عاصي يدخل المراقس والملاهي أنا ما بيعملها يعني أكبر مثل هي امرأة فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين زوجة أعظم شخصية كان بالعالم على مستوى السياسي والمال وصل فيه الجنون العظمي قال أنا ربكم الأعلى قالت له أنا بطيع الله ما بطيعك الله فرجيها بيتها بالجنة لما ضرب لأوتاد أعلنت إيمانها ضرب لأوتدين بيديها ورجليها مر يوسف من بعيد هي في حرارة الشمس فبصبصت بإصباحها رفع يديه موسى قال اللهم ارفع عنها الألم والعذاب ولما دعت رب بنلي عندك الله عم يقولها دعاها بلي بنلي عندك بيتها في الجنة الله كشف لها عن بيتها طيب بتقول ولين أنت عم تحكي بالعموميات جزئيات هين أقول لك هاي فيها الجزئيات بس الجزئية الحقيقية أو التفصيل الحقيقي أو المصداق على الأرض المترجم هو الشارع تعرفوا نحن قد نمشي بالشارع ما بيصعلنا مشاكل بأسرنا حكوني من كم يوم قالوا يا مولينا دمرتنا وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستجرام والفايبر والويتس أب وبعض فيس أبوك وفيس أمك يمكن اللي حيطلعوا كمان فيس كله كله فيس تعرف شو هاي هاي مو وسائل وسائل التواصل قرأت طلعت على باحث لأحد الباحثين العراقين دكتور كتير أعجبني تقول في وسائل تواصل في اتصال تواصل انت لما بتحكي مع شخص عم بيصير فيه تلاقح فكري وترقي من هذا اللقاء الفكري بس هاي وسائل الاتصال بيبثلك هو المعلوم اللي يريدها طيب نحن إذا بنحكي بالأحكام الشرعية يحرم على المرأة المتزوجة أن تحكي مع الأجنبي من مواضيع مش ضرورية يحرم لا يجوز بتقلي ياموا لينا نحن يعني منتمسك بالدين تمسك خاطئ لا 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 شوف شو عم يصير بالعوائل زوجها هو حبها زوجها هو كيانها الرجال نفس المشكلة واقع فيها بس قضية الرجال أهون من المرأة في تشديد الحكم الشرعي أخف شوي لأنه مو أحادي مو أحادي بالزواج ما تفكروني عن بيدعي للزواج الثاني بعمل مشكلة يحرم عليها أن تتكلم مع الأجنبي سواء على الفيسبوك أو بالواتس أب أو بقيم مورد بشي ما مش ضروري مرة لا بتقولك أنا مضطرة عندي دكتور ولادي بتحكي مع الدكتور بتاخد ما وعد مرة بتنسق هي وزوجها مرة زوجها إذن لها يحرم عليها يحرم عليها التعاطي في موارد هي مجائزة لأنه التفت معي لنقطة أنا عم بحكي إذا أختي وبنتي هيك بحكيها والله يشهد علي المرأة مش مثل الرجال الرجال يقول عنهم أمير المؤمنين قلوب الرجال وحشية الذي بيزعلوا مني الرجال وحشية يعني برية فمن ألفها أقبلت إلي خشن الرجال رجال طحبوش وين ما بترميه ما بينكسر المرأة ريحانة شوك فعبر عنها شايف أنت إذا بتحط وردة مرة أول زأبقة أنا بتبعها من أول ما طلعت طلعت بهولندا وزرة هولندا بس بتتفرجع على هالورد طلعت الزأبقة السوداء اشتغلوا عليها بالتهجين وغيره طلعت ثلاثين ألف دولار ورد ممنوع تقرب عليها ممنوع تشمها وتلمسها بللك ليش بللك كتير حساسي الوردة ريحانة شوف النبي النبي يعني لما وصفها بهالوصف خلنا نحن نعبر تعابيرنا زجاجية الطبع والمشاعر دغري بتنكسر إذا انكسرت هي الخسرانة بتعود ترتاح ما بترتاح حتى لو وصلت إلى مرادها هيدا أنا ما بقبدي ما بقبدي ما بقبدي ما بقبدي الختام بدو ينفصله بتروح بتتعب أكتر ليش لأنه في عندها كسر لذلك الأوامر والنصوص التي أمرت المرأة بالحالية الخاصة التي تختص بها عن أهل بيت العصمة بالحجاب والعفة وإلى ما هنالك لما يتناسب مع طبعها لاحظ لما يتناسب مع طبعها الحب مقبول بس الحب الخاضع للموازين الشرعية بتقل لك طيب ما ولينا زوجي مثلا مش حلو لش الحلا الحلا بس انت مثل ما شاهده الجمال نسبي الجمال الحقيقي هو بما أصوره أنا أنا إذا مطيع لله وأحب الله ينعكس حب الله على إرادتي بحب ليش بتحبي ابنك حتى لو كان بشع شوف ليش بتحبي بنتك حتى لو كانت قبيحة لأنها جزء منك وإنت نفس الشيء اسمع القصة الليل ما رح طول مولينا شيء ثلاث ساعات بس ف النبي صلى الله عليه وآله لما انتقل إلى المدينة وأرخى الإسلام شاطئته نعم أرخى الإسلام الدعامات السفينة وكركها إن صح التعبير على شاطئ الإسلام فتح المسجد للفقراء صار يجو الفقراء إلى المسجد كان من ضمن اللي يجو إلى المسجد شاب من اليميمة مش من الحجاز الحجاز كانوا يعتبروا نفسهم أهل الحجاز أعلى رطبة من غيره اسمه جويبر 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 شو معنيها هيدا الاسم معنى جويبر تصغير جابر هذا رجل قصير دميم شديد السمرة فقير إلى حد العري ما عنده لا حسب ولا نسب اسكين متدين النبي تلمس فيه إيمانه لما أمر النبي إخراج الناس من المسجد بأمر من الله أنه المسجد لا يجوز له المكوث فيه والدخول إليه إلا عابر سبيل بالتفصيل للغير الطاهر وغير الطاهرة نقلهم إلى منطقة سماها الصفة يعني بيجتمعوا فيها الفقراء وكان يوزع عليهم كل واحد خلنا افترض كيلو من التمر يوم الأيام جاي جويبر لعند رسول الله صلى الله عليه وآله تفت إليه النبي شاف السمت والسير والسلوك والمسلك الحلو قال له يا جويبر ألا تتخذ لنفسك زوجة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومن يزوجني ما شايفني من يزوجني أنا ما عندي لا حسب ولا نسب قال له يا جويبر إن الله رفع بالإسلام من كان وضيعا في الجاهلية ووضع بالإسلام من كان شريفا يعني واحد فاسق فاجر مثل أبو لهب كان يعتبر على الموازين الجاهلية إنه شريف الله على موازين الإسلام حطه وضعه تعهد أنت مسلم دينك وإيمانك رفعك تريد تتزوج قال له بلى قال له اذهب إلى دار زياد بن لبيد زياد بن لبيد زعيم بني بيضاء زعيم عشيرة ضخمة قال أدخل عليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله يبلغك السلام ويقول لك زوجني من ابنتك الزلفاء بنت كانت الرجال تطمح فيها راح لا بعض الناس شو بيفكروا إنه هاي ديكتاتورية من النبي بيعلقوا فكرين إنه القضية قضية ادولف هتلر يعني شخص ما بيعرف شو فيه أمامه معارفين إنه النبي صلى الله عليه وآله أدرى بمصالح الناس من أنفسهم الله ليش أعطالوا ليه لأنه بيعرف مصلحتي أكتر مني ويعلم ما خبئ ليه إضافي إلى مصالح عامة تنعكس على المجتمع وعلى الأفراد قال له اذهب وقل له زوجني من ابنتك الزلفاء سمع هاي الكلمة جويبر أنا أتزوج الزلفاء لك أنا وحدي مقطوعة ما كان طالق لي راح راح كده مرة وحدي دخل شاف زياد بن لبيد جالس ومعه وقومه سلم عليه رد عليه السلام قال له أحمل إليك خبرا من رسول الله وقف زياد بن لبيد وقف قال أيه قله قال منفردا أم أمامك قال لي الشرف أن أسمع كلام رسول الله أمام قومه صلوا على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد أيه ما في مانع فيه خدمة ومساهمة وكل مساهمة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في أيدي المساهمين المساعدين الله يجزيكم الخير وإن شاء الله أجركم على الزهراء هنا قال له تكلم قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله زوجني من ابنتك الزلفاء تفت إليه قال له أمنك أمن رسول الله قال ما كنت لأكذب عن لسان رسول الله أنا ما أكذب قال نحن لا نزوج إلا أكفاءنا من العرب ومن الأنصار بالخصوص اذهب وأنا سوف أعرج على رسول الله وأبين له عذري طلع جويبر ويقول أي دين هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له زياد يقول لك كذا وكذا وهو يمر عليك قال عد إليه عد إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرك بالزواج بأن تزوج ابنتك مني رجع هذا كرع راد يطلع الزلفاء جوه بخدرها سمعت أرسلت الخادم قل لأبي بأن يدخل علي دخل عليها قالت له أبتاه اذهب إلى رسول الله لا أظن أن هذا الرجل يكذب على لسان رسول الله قام زياد وتوجه لعند النبي بأبي أنت وأمي رسول الله نحن نزوج أكفاءنا من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وآله المؤمن المؤمن كفء المؤمنة والمسلم كفء المسلمة التكافؤ الحقيقي هو بالدين والتكافؤ الحقيقي بالشكل ولا بالمال ولا بالنسب التكافؤ الحقيقي بما أمتلك من الدين والطعر إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللي بنال أكبر منصب عند الله هو اللي أتقى واحد على الأرض قال لك ذلك أمرك على رأسي مثل ما نقول رجع جويبر إجه عندك بيت قال لا عندك مال قال لا ما عندك شيء قل ما عندي شيء لبس ثياب أفرض له بيت عفشوا للبيت فرشوا لما دخل إلى خدر الزلفاء لم يدن منها أول يوم ثاني يوم ثالث يوم وصل الخبر للنبي وأبوها اعترض صار في استنقاص أرسل النبي خلف جويبر إجي جويبر قال له شنو يا جويبر شو السبب قال له يا رسول الله أنا كنت بلا حسب وبلا نسب وبلا مال ما عندي شيء ثلاثة أيام أنا أشكر الله بالطاعة على هاي النعمة اللي الله خصني بيها بالانتساب إلى رسول الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي والخاضع لموازين الله والخاضع إلى الالتواءات وليل الكذب سنة 250 قبل الهجرة أمبراطور الصين قال لهم كان أمير ويريد ينتقل إلى الأمبراطورية شرط أنه يتزوج أعلن أنه الحعم المسابقة منه اللي تكون زوجتي في خادمة بالقصر اجت ليها بنتها قالت لها أمها أنا لحا أدخل بالمسابقة قالت لها أنا خادمة وانت بنت الخادمة ويختارك الأمير قالت لها أنا عندي حلم أشوفه للأمير أنا عارفة نفسي خاسرة شو سوى الأمير جمع النساء صارت يجي النساء البنات الكبار من كل أقطار الصين وقف طلع بذور مخلوطة قال هاي البذور كل واحدة تأخذ بذرة تزرعها بعد ثلاثة شهور تجي اللي تطلع أفضل وردة وأجمل وردة أنا أتزوجها راحت راحا النسواني البنات راحا هاي البنت بنت الخادمة بالقصر زرعت البذرة بعد أن استشارت المزارعين الفلاحين طلت ثلاثة شهر تسقي فيها وتغذيها ما طلع نبتة يوم المعاد الموعد دخلنا النسوة كل واحدة حاملة بإيدها قفاز مثل ما منقول فيه وردة جميلة لا أجمل ولا أروع إلا هاي البنت دخلت وحاملة بإيدها الوعاء وما في نبتة مئات فجال الأمير الصيني عليهم وحدة وحدة قول إيه أنت وردتك أجمل أنت وردتك أجمل أنت 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 إلى وصل إلى هاي البنت طلع شاف ما في وردة رجع جلس على الكرسي قال اخترت قالوا لها مين اخترت قال اخترت هاي اللي ما طلع عندها وردة قالوا له ليش قال لأن أجمل وردة نبتت في الوعاء هي وردتها قالوا لماكو وردة أي وردة قال وردة الصدق أنا نطيتكم حبات ما تنبت بذور ما تنبت الوحيدة طلعت صادقة هاي صادقة هذا هو الحب القبول بالطرف الآخر قبول القلب أمير المؤمنين بأبيه وأمي لما سمع بشهادة الزهراء اش سوى جاء مسرعا على باب الدار رمى عمامته نام بجنب الزهراء اش قال قال وحبيبة قلبه ليش وحبيبة قلبه قال والله لم تخالف لي أمر إلى أن فارقتني ولم أكرهها على أمر هذا هو الحب كانوا يتطلعوا بالأزياء يتطلعوا شو فيه إعلام هذا هو الحب الصادق الإمام الحسين بأبيه وأمي زوجته رباب وابنته سكينة شو يقول في حقهما قل ما عنا حب عنا حب بس حب شريف لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب أحبهما وأبذل كل مالي وليس لعاتب عندي عتاب شوف شلون قابلتها الرباب كيف قابلت الحسين تسمع الحب الحقيقي هذا لم تستظل بظل بعد الحسين قالت لهم شيلوا سقف الدار إذا أريد أبيت في الليل أبيت بالدار بدون سقف وبالنهار تروح وتجلس تحت عرارة الشمس وتندب الحسين وتبكي الحسين لعن الله يزيد ما أقصى قل سوى يزيد لما أدخلوهن على يزيد بن معاوية لما أدخلوا حرائر الرسالة ماذا صنع هذا فعل جلس على كرسي كل ذهب هو لابس الحرير والذهب حمل بيده كأس من الذهب ووضع فيه الخمر قال قال يا حسين إن جدك كان يحرم الطلع آه أنا أستعمله كان يحرم الخمر آه أنا أستعمله الحرير آه أنا لابس حامل بإيد الخبيث خيزران صغير قضيب من ذهب كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله شوف شلوني تقصت شوف شلوني تقصت وصار يضرب فما الحسين زينة بتشوف بعيونها من بعيد انجرح قلبها شو تسوي لم يكتفي بهذا بل حمل الرأس الشريف وصار يجوله على النساء واحدة والأخرى يا ويلي لما وصل إلى الرباب زوجة الحسين الرباب أم عبد الله الرضيع قال رباب رباب رأس من هذا شو قالت له قالت له علي عزيز أن أراك علي عزيز أن أراه كما ترى علي عزيز أن أراه كما ترى عليه عزيز أن يراك ترى يعني تشيري لأن الحسين رأس مقطوع هو يتألم لأنك جاي تشوف له تألم لمصيب وين لما وصل إلى زينب 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 رأس من هذا زينب تذوب كما تذوب الشمع صحي صحي أنا أتمنى يا بن سفيان سبع القمطر عبا لا بس موجود يا رأيت بفاضل موجود أخوي أنا أتمنى عبا السبع القمطر موجود والله ويشوه فاكتحكي ايني وتضرب راس اخوه ويبعوه انا اتمنى يا اتمنى حي حي حام الضعين ابد لا ما كان تتجسر علينا ابد لا ما كان تتجسر علينا الى من تلجأ زينك لا حسينها موجود موجود الراس فقط لا عباس موجود فقط راس العباس امامها وين تروح زينك وكعني بها تبث الامها واحزانها ورظومها الى من الى ابي عداحي باب خبر علي الى غوث المستغيث تقل انا اريد انا اريد وانخا انا 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 ا واقل اي واقل اشلون ترضى بين الاجنوب تخلينا عزارة يا ابو الحسنين والله تخلينا عزارة يا ابو الحسنين وانت المعتردن اخوتي لينخاواك اريدك تعتني وسافك بيمنعواك واردك تجي يا ابو يا وجي يا ابو وياك وتشوف شلون بيننا فرق البين ورنت نحو الغريين بطرفها ونادت اباها خير ماشي وراكبي يا الله نقسم عليك بعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق سيد الخلق سيدهم رسول الله عجل فرج محمد وآله بظهور وليك الحجة ابن الحسن يا الله اللهم عجل فرجه أوسع منهجه سهل مخرجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه طائعين غير مكرهين يا الله اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اللهم شافي مرضى المؤمنين اقضي حوائج المحتاجين فرج هم المهمومين اكشف غم المهمومين اللهم لا تخرجن من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اجعل أكبر همنا رضاك والفوز بجنة النعيم وجوار محمد وآل الطاهرين اللهم ارحم الماضين من علمائنا واحفظ الباقين العاملين لا سيما من حضار ارحم مبوات الحاضرين ارحم الشهداء والصديقين والأولياء والمؤمنين إلى رواح موات الجميع ولتعجيل فرج بقية الله رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد 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 محمد